إلى جنة السيد مدير الدول الملكي أنقص الملك العامر الريبار برقية سلام تامي موجود مولاد الإمام وبعض مشاركوني أن أتبس من سيادتكم رفع برقية التالية إلى مقام حطرة صاحب الجلالة والمهاباء الملك محمد السادس نصر الله وإيدا نصت البرقية بمناسبة احتتام المعرض الإقليمي للمنتجات التقليلية الذي نظمته غرفة الصناعة التقليلية لإقليمي الماثور والدريوش بتنصيح البعال مجلس البلدي للدريوش من سانس وعشرين تجمع 2012 إلى الخالس من أولايل 2012 تشعار الصناعة التقليلية في حكمة التنمية المحلية يتصرف مخادم الأعتدال الشريفة بقصة الروفة باسمه ونيابة عن كافة الأعضاء ومنطف الروفة والعاربين وكل المشاركين في هذه التظاهرة الفنية الكبرى بتقديم أسمى وفروض الطاعة والانتتال وأصدق آيات الولاي والوفاء في مقاب حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده ونطنم هذه الفرصة يا رولاي إن نجدد للمقاب العالي بالله آيات الولاي والوفاء والمؤكد التزامنا بالسلم الاجتماعي معتصمين بحب الله جميعاً وباليين النفس والنبيس في معركة استكمال الوحدة الترابية ومناء مغربي قوي والوصول به إلى توضيح ذولة القانون والفريات وحقوق الإنسان في مراحل من الأمن والتضامر الاجتماعي والتعبئة الشعبية المتماسكة والانتحام حول العرش المنوف مولاي صاحب الجلال إن كافة الصناعي التقليديين المشاركين في هذا المعرك يحتضرون أنفسهم على الدوام جنوداً لمسيرتكم المضفى وقداماً لعهدكم المتميز بالمنزجات وإنهم يعايدون جلالتكم على الرضي قدماً في الإسهال بكل وطنية في عرية النماء والتنمية والتشيير وستطلوا أي صناعي يا رولاي مبدودة إلى يدكم الشعب العمل في ذن قيادتكم السامية بكل نزاهة وصفح ومواطبة والجهاد وتضحية بسبيل عزة وقربة الوطن أبقاكم الله وحمدكم بما حفظ به ذلك الحكيم ومتعكم بموفور الصحة والعافية وزادكم نصراً وتوفيقاً بسطاكم الرمية إلى الرقين بشعبكم الوافيل على درجة وقال عينكم بولي عينكم المحفوظ صاحب السمو الملكي أمير الجليل مولاي الحسن وزادكم الجليل مولاي رسيب وبكافة القشرة الملكية الشريبة إنه سبيع مجيب والسلام على مقالكم العالم الله وحرر بالنظور في يومي الخامس قدس يناير 2013 سنوافق حالي عشر صفر ألفر عمية تاتة التنسية هادم أعتاري الشريبة رئيس غطة الصناعة والتقليل يطريبين نظوم الدين والسلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة